أخبار من الحدث الأمن العراقي يحبط محاولة استهداف أحد المقرات المهمة بالكاتيوشا وسط بغداد دبلوماسي أوروبي يرد على روحان بشأن رفع معظم العقوبات ويؤكد الخلاف على الطرد المركزي موسكو تعتبر فوز الأسد بأكثر من 95% من الأصوات مقنعا وترحب به تصريح للمخابرات الأمريكية يلمح إلى معلومات لم تعلن بعد عن اتصالات وحركة عمال مختبر وهان أهلا بكم مشاهدين كشفت غرفة عمليات بغداد عن إحباط محاولة استهداف لأحد المقرات المهمة بصواريخ كاتيوشا وسط العاصمة وأضافت غرفة العمليات أنها فككت قاعدة صواريخ محليات الصنع تحتوي على ثلاثة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق بحي الجهاد بالكرخ غرب نهر دجلة هذا وهددت ميليشيات الحشد في العراق قناتي العربية والحدث واتهمت هذه الميليشيات القناتين بشيطنة ميليشيا الحشد على حد تعبيرها ووصفت إياها بإعلام العدو كذلك وسائل إعلام موالية لهذه الميليشيا شنت حملة على وسائل إعلام أخرى ووجهت لها تهديدات واصفة إياها بإعلام العدو كل هذا بينما وصلت مطالب البعض في العراق لرئيس الوزراء باتخاذ القرار الصعب وفرض حالة الطوارئ من أربيل معنا المحلل العسكري والإستراتيجي العميد إحسان القيسون أهلا بك معنا سيد إحسان إلى هذه الساعة هل سيستجيب رئيس الوزراء لهذه المطالب وفعلا يفرض حال الطوارئ؟ تحية لك أختنا العزيزة تهاني الجهني أنتم مستهدفون دائما تم استهدافكم والآن تم تهديدكم من قبل عملاء إيران أنتم تذكرون الحقائق بدون تحوير وبدون تزييف للحقائق بالأدلة وبالشهود وبالصور هذا يعني سيف بتار بيدكم يدمي جسد ديول إيران والقتل والفاسدين والعملاء وأيضا أنتم أيها الحدث مع الشعوب العربية ضد الطغاة والعملاء والخونة والقتل والفاسدين وهذا وسامع عز وشرف وكرامة على صدوركم يا تهاني وأيضا هو وسامع عز وشرف وكرامة على صدور أخوتكم في العربية أختكم الكبيرة فإذا هذا ديدا العملاء دائما يستهدفون من يقف إلى جانب الشعوب المظلومة وإلى جانب الشعوب العربية أما بالنسبة إلى السيد الكاظمي هذا الرجل الذي يحمل روحا وطنيا وحبه للعراق وشعب العراق واجه اللا دولة اللا دولة استاذة تهاني من 2005 كان هناك من يدعون بأن أقاموا الدولة تخادم بين الدولة واللا دولة بل هم الذي صنعوا اللا دولة لأن لديهم أجنحة مسلحة فصنعت اللا دولة بسبب الذين أدعوا بأنهم قاموا هذه الدولة المواجهة الحقيقية بدأت من تولي السيد الكاظمي لرئاسة الوزراء كانت المواجهة الأولى في 26 يونيو 2020 عندما تم إلقاء القبض على عشر أشخاص لديهم منصات صواريخ هل ندخل في هذا التفاصيل يا أكتر زيحسان نحن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع ولكن أريد أن أركز في هذه الجزئية على وسائل الإعلام فرض حالة طوارئ ما جاوبتني عليه ممكن يستجيب له السيد الكاظمي وهل هذا يعني بأن الوضع خطير جدا مؤسسات إعلامية أخرى غير العربية والحدث تهدد من قبل هذه الميليشيات لن تعلن حالة الطوارئ حالة الطوارئ تحتاج إلى قرار سيادي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى السلطة القضائية تدخل فلذلك أنا لا أتوقع هناك مجموعة ديول إيران وعملاء إيران في العراق لا يتعدى السبعين ألف شخص مسلحين طبعا ولكن ليس بأسلحة ثقيلة لدينا أكثر من مليون ونص من الأجهزة الأمنية والجيش وأيضا كثير من هؤلاء السبعين ألف مغرر بهم فقط قادة هذه الميليشيات الذي هم ولاءهم وبعضها قادة الخط الثاني من هذه الميليشيات ولاءهم لإيران وهم ديول لإيران وعملاء لإيران طيب سيد إحسان يعني الميليشيات علشان نكسب الوقت الميليشيات هذه التي تتبع إيران هذه الميليشيات لديها استراتيجية إعلامية واضحة يعني قنوات معينة تفتح تابع لهذه الميليشيات تدعمهم إيران بالمال وبكل ما يحتاجون إليه ليفتحوا وكالات إعلام أيضا وكالات إخبارية وأيضا لكم جانب من الإذاعة هذه المنظومات المنظومة الإعلامية التي تمولها إيران في العراق وتتبع لهذه الميليشيات ما هو مدى تأثيرها أمام الإعلام الآخر المضاد أنتم أيها الحدث أنتم القناة الأولى في العراق لتعلموا هذا ليس لها أي تأثير فقط على جمهورها وجمهورها فقدت قاعدة جماهرية بعد ثورة أكتوبر أنتم تسلطون الضوء على الخطاب الوطني الخطاب الوطني كل الذين قتلوا الشهيد هشامل هاشمي فاهم كلهم قتلوا بسبب حبهم للعراق وحبهم لشعب العراق كما قتل لقمان سليم بسبب حبه للبنان وشعب لبنان فإذا الخطاب الوطني أستاذة تهاني يولد من رحم الخطاب الوطني المشروع الوطني الحقيقي وليس المشروع الوطني كشعارات التي تقوم به الحزاب الحاكمة ما معنى قيام مشروع وطني عراقي معنى هذا يا أستاذة تهاني إنهاء المشروع الإيراني في العراق وأيضا إذا قام مشروع وطني حقيقي في لبنان معناه إنهاء المشروع الإيراني في لبنان رح ندخل في تفاصيل قتلوا كل من لديه خطاب وطني رح ندخل في تفاصيل إنهاء المشروع أرجو أن تبقى معي سنتطرق إلى مجموعة من الأخبار هي مرتبطة بما يحدث ونعود لمناقشتها قناتال عربية والحدث في دائرة تهديد ميليشيا الحشد الشعبي العراقية تهديد وتحريض ضد القناتين جاء عقب اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قسم مصلح تلك التهديدات أطلقها شبل الزيدي أحد أبرز قادة الميليشيا واتهم القناتين بما وصفه بشيطنة الحشد لبل واعتبرت الميليشيا تلك الشيطنة على حد وصفها وحدة من مشاريع الحرب ضد العراق اللافت في التهديدات أنها صدرت عن أحد قادة الحشد الملاحق أصلا بتهم قتل المتظاهرين وخطف مئات الناشطين التهديد الأخير يعيد للأذهان حادثة سابقة تعرض لها مكتب قناتي العربية والحدث في العراق ففي العام 2019 وتحديدا في شهر أكتوبر أي في هبة تشرين هاجم مسلحون ملثمون مكتب العربية في بغداد ما يقارب العشرة أشخاص يرتدون زيا أسود اقتحموا المكتب واعتدوا على الكادر الموجود وحطموا معدات وأجهزة مراسل العربية قال وقتها إن المكتب تلقى تهديدات قبل أيام من الاعتداء وأبلغت حينها الجهات الأمنية التي وفرت حماية اضطرت للانسحاب فيما بعد تحت ضغط المظاهرات أنذاك وفي العام 2010 تعرض مكتب العربية في منطقة الحارثية لتفجير انتحاري أودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين أما في العام 2004 تعرض المكتب لهجوم بسيارة مفخخة في حي المنصور حيث قتل سبعة أشخاص وأصيب عشرون شخصا كما قتل وأصيب عدد من العاملين في القناة بحوادث متفرقة في العراق أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن مجلس الأمن وافق على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات المقبلة في البلاد وأوضحت الوزارة في بيان أن مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقية في القرار 2576 بالإجماع مع الالتزام الكامل بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وأشار إلى أن القرار يتضمن عناصر قوية تعتمد للمرة الأولى من إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق لدعم جهود الحكومة العراقية بإجراء انتخابات مبكرة الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل مشاهدين تكتسب أهمية كبيرة أهمها أنها جاءت تلبية لمطالب المتظاهرين إلا أن بعض القوى تحاول التستر وراء عنوان الانتخابات كل هذه التفاصيل سنحاول أن نتعرف عليها بشكل أوسع مع زميلتنا هدير الربيعي في غرفة الأخبار إليك هدير تفضلي أهلا تهاني إذن بالتزامن مع قرار مجلس الأمن إرسال بعثة أممية لمراقبة الانتخابات شدتت رئاسات الثلاث ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم أمس في العاشر من أكتوبر المقبل وأكد المجتمعون أن الانتخابات تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي ومطالب بالإصلاح وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد كذلك أكدت الرئاسات الثلاث أن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني وللمرة الأولى خلال بيان الرئاسات الثلاث يتم التطرق بأن هذه الانتخابات تمثل المسار السلمي للتغيير إذن هناك اعتراف بأهمية التغيير من جانب آخر هناك محاولات حثيثة لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المعلن وهذا الحدث بشكل خفي أي هذه الأحداث تتم بشكل خفي على الحث على مقاطعتها من قبل الميليشيات الموالية لإيران والممثلة بكتل برلمانية في مجلس النواب والتي اتهمت أولا بعرقلة التصويت وهذا الرصد خلال عام كامل منذ تسلم الكاظمي لرئاسة الوزراء والعمل على استعداد لانتخابات مبكرة أولا التحريض من هذه الكتل أي المحور الإيراني على عرقلة إقرار قانون الانتخابات الجديد ثم حاولت عرقلة إقرار الموازنة الخاصة بالانتخابات وعمل المفوضية ولكن الكتل البرلمانية نجحت بالتصويت على هذه القرارات وعادت هذه الكتل أي الكتل المحسوبة على إيران إلى شق رئيسي لتعرقل في محاولة أخرى للعرقلة يحدد مصير إجراء الانتخابات وهو عرقلت إقرار قانون المحكمة الاتحادية حيث أن هذه المحكمة من أولويات عمل هذه المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات وكل العملية الانتخابية ولكن مؤخرا تم إقرار قانون المحكمة الاتحادية أما الأسباب لهذا السلوك أي لمقاطعة الانتخابات فتكمن وفق مراقبين في أن هذه الكتل فقدت جمهورها في الشارع العراقي بعد احتجاجات تشرين عام 2019 في بغداد وفي محافظات الفراط الأوسط والجنوب ونادت بضرورة القضاء على هذه الميليشيات والسلاح المنفلت وأحزاب الميليشيات الممثلة التابعة لإيران الممثلة في الحكومة والبرلمان هذه الأحزاب أيضا أي ما معناها المحور الإيراني رفضت انتداب أي بعثة أممية للإشراف على الانتخابات وطالبت بمراقبة أممية فقط طبعا هم يخشون من فضح عمليات التزوير أو الترهيب مجلس الأمن الدولي وافق على إرسال فريق أممي يوم أمس لمراقبة الانتخابات المقبلة في البلاد ووزارة الخارجية العراقية أكدت في بيان أن القرار يتضمن عناصر قوية تعتمد لأول مرة لإرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق لدعم جهود الحكومة العراقية بإمكانية إجراء انتخابات نزيهة وحرة تنصف العراقين وتنصف طبعا مطالب الاحتجاجات نعم شكرا جزينا على كل هذه الإضاحات من أربيل معنا أيضا المحل العسكري والاستراتيجي العميد إحسان القيسون أهلا بك معنا من جديد سيد إحسان كل هذه التوترات الأمنية التي يشهدها العراق وكان هناك حديث وحملة قام بها السيد الكاظمي منذ البداية بسيطرة السلاح وإلمام لملمت هذا السلاح المنفلت في الدولة إلا أن هذه الخطوة لم تنجح كل هذه التوترات الآن كيف ستؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها هل تعتقد بأن الأرضية الآن مهيئة لإجراء هذه الانتخابات بوجود الكاظمي أني أرى النصر قاب قوسين أو أدنى نصر الدولة على اللا دولة بالمواجهة الأخيرة بين السيد الكاظمي وهذه الميليشيات أي القبض على قاسم مصلح طلبت الميليشيات ثلاث مطالب أولا أطلاق صراح قاسم مصلح ثانيا اعتذار السيد الكاظمي ثالثا اعفاء الفريق أحمد أبرغيف من منصبه لأنه وطني ونزيه وشريف الثلاث مطالب لن ينفذها الكاظمي فانتصرت إرادة الدولة على إرادة اللا دولة ولكن أنا أتمنى أنا أنتبهي أستاذة هاني أنا أتمنى نجاح الانتخابات لأن بوجود السلاح المنفلت وبوجود الأمال السياسي الفاسد أنا أشك بأن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة بدأت أذرع إيران وديول إيران بالترهيب والترغيب الترهيب بواسطة السلاح والترغيب بواسطة شراء ذمن بعض شيوخ العشائر وبعض الشخصيات السياسية وبعض الشخصيات الاجتماعية في العراق بدأت الحملة الانتخابية بهذه الطريقة الترهيب والترغيب فلذلك أنا أتمنى أن تكون انتخابات حرة ونزيهة ومجلس الأمن هذه إشراف هي ليس إشراف وإنما مراقبة فلذلك تزوير واقع بوجود السلاح المنفلت وبوجود أموال الفساد السياسي سلاح المنفلت وأموال فساد السياسي كيف يمكن إذن لهذه الانتخابات أن تكون البذرة الأولى لإنهاء المشروع الإيراني في العراق يعني كأن المسألة غير واضحة أو هي تمهيد لمشروع آخر مثلا إعادة نفس الوجوه بطريقة مختلفة لماذا إذن الإصرار على إجرائها في هذا التوقيت؟ لماذا لا تؤجل؟ يجب أن تقع المواجهة بين العراقيين الشرفاء الوطنيين وبين عملاء إيران وأنا أرى بأن المواجهة واقعة لا محال لكي نبني بناء وطن أي مواجهة؟ مواجهة سياسية؟ عراق حامل بوابة الشرقية مواجهة سياسية سوف تتحول إذا أصرت اللا دولة الذي هي عميلة لإيران والذي تنفذ أوامر أصرت على تنفيذ إرادتها في هذه الانتخابات الانتخابات أنا أتوقع سوف يتغير الإطار ولكن محتوى الصورة والرسم هو نفس المحتوى الوجوه سوف تتغير ولكن سوف تقل نسب اللا دولة داخل البرلمان العراقي ولكن القضاء على اللا دولة سوف لا نستطيع القضاء على اللا دولة بوجود هذا السلاح الضخم الكبير في أيديهم ووجود هذا الموضوع يا أستاذ إحسان متشاعب وفيه كثير حقيقة من الأسئلة اللي دائما معك الوقت لا يسعب الله تمامي أستاذ تعاني شكرا يعني هذا ما سمح به الوقت من أربيل المحل العسكري والاستراتيجي العميد إحسان القيسون شكرا جزيلا النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل تحقيق لرايتس واتشو أكد تعرض أسر ضحايا طائرة الأوكرانية المنكوبة للتهديد على يد النظام الإيراني ترجمة نانسي قنقر لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث معرحلات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القدرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعدتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان أهلا بكم من جديد تستكمل في فيينا مباحثات إعادة إحياء الاتفاق النووي فيما لم يصدر أي تصريح يوحي بتقدم هذه المباحثات وفي هذا الإطار أكد دبلوماسي أوروبي رفيع في فيينا أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية مع إيران لم تتقدم كثيرا حتى الآن وأضف أنهم كلما اقتربوا من النهاية أصبحت المهمة أكثر صعوبة وتعقيدا مضيفا أنه تفاجأ بتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخير بشأن اتفاق على رفع معظم العقوبات ضد طهران مؤكدا أن القضية لم تنتهي بعد وذكر الدبلوماسي الأوروبي لقناة إيران انترناشنال أن المنافسة في مجموعة العمل بشأن الالتزامات النووية لم تنتهي بعد وأنه لا يزال هناك خلاف حول نوع وعدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تمتلكها إيران بعد الاتفاق وفي إيران اتهب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الولايات المتحدة وبريطانيا بتحريف أهداف مفاوضات فيينا بغية كسب رضا إسرائيل على حد ما جاء في تغريدته ومعنا من لندن الدكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي أهلا بك معنا دكتور ناصر قبل الاتفاق النووي كانت إيران تستخدم الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي ولكن بعد خروج الولايات المتحدة أصبحت تستخدم الجيلين الثامن والتاسع إذا كانت نقطة الخلاف على أجهزة الطرد المركزي ما هي نقطة التلاقي إذن بين الطرفين؟ وماذا يعني الجيل الثامن والتاسع؟ برأي سهولة الخبرة الإيرانية التي تكدست خلال عامين من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق بأنها تستطيع أن تصل بسرعة صاروخية من تنقية 3% الإيرانيوم إلى 60% بكبسة زر وبالتالي ما يمنع أن يصل هذا الأمر إلى 90% الذي يمكن أن يصنع مادة نووية لقنبلة نووية اثنين القيود القديمة أو النظوم القديمة مبنية على الحرب العالمية الثانية وقنابل أمريكية هيروشيما ونكازاكي منذ 1977 من قبل وكالة طاقة الزرية وبالتالي هذه القديمة ثلاثة برأيي أن هناك من يسق بإيران الآن إذا كانت ضامن هي روسيا وبريطانيا روسيا هل تستطيع أن تؤمن لنقول أمر ميداني مقابلة بألمانيا وفرنسا وبريطانيا لكن خبرة مع روسيا أنها أمنت البرنامج الكيموي السوري ثم استخدم عشرات المرات وبالتالي لا يوجد ثقة برأيي عند صنع القرار الدولي والإسرائيلي وربما العربي بروسيا كيف تضمن إيران يبقى نقطة أخيرة يجب أن أقولها بأن إيران تركز وحلفائها على الأمور التقنية بالتراجع فيما هناك أمور كثيرة غير الأمور التقنية حصلت مثلا المسيارات ضبط المملكة العربية السعودية البرنامج الصاروخي تلغيم يعني نقلة النفط وبالتالي هذه أمور إيران تتجاهلها فيما يجب أن تكون على الطاولة وأرى أن إدارة بايدن بزيارة بلينكين إلى المنطقة ربما تسمع بعض الشيء لكن قد يكون الوقت متأخرا طيب دكتور ناصر هم قالوا بأن هذه الجولة حتى الآن لم تحقق أي تقدم كبير يذكر بالرغم من أنه كان في حرص على أن الجولة الخامسة تكون هي الجولة النهائية التي يتم فيها إنجاز عدد كبير من النقاط وأيضا تطرق المفاوضون وقالوا بأن هناك بعض المواضيع الحساسة المطروحة الآن في هذه المفاوضات ولكن لم يتم ذكر ما هي هذه المواضيع الحساسة تعتقد بأنها تدخلات إيران في المنطقة مثلا؟ هذا ممكن نعم لأن الأمور التقنية واضحة ويعني حتى أجهزة المقابرة الأمريكية تستطيع أن تعطي لنقل لصنع القرار وليس بالضرورة لنا نحن كمشاهدين أو مستمعين بمعنى كيفية وصول خبراء إيران إلى صنع القنبلة وبالتالي يفسر ما حصل من اغتيال فخر زادة بمعنى أن هناك خطر بهذا الأمر لكن أقول الأمور التقنية وعدم إبلاغنا هي لحساسية سياسية عن صنع قرار أمريكي هناك تحديد لإدارة بايدن من 44 سيناتور في مجلس الشيوخ الجمهوري وعدم ارتياح لبعض الديمقراطيين بأن أعطاء أبضو الأخضر ولو حتى ضعيف لإيران يعني فتح الأبواب كما حصل في 2015 لصفقات تجارية كبرى وبالتالي ترتاح إيران بدون أن تقدم تنازلات الآن سحبت برأيي شرايين الحياة من الاقتصاد اللبناني وأصبح يرزح في الحضيط السوري العراقي اليمني والأخيرا غزة ومن يعطي فاتورة ترميم التخريب الإيراني والإسرائيلي إلى حد كبير هي الدول العربية الحريصة على الشعور العربية إذا إيران ليست لنقول مسؤولة عن رفاهية الشعور العربية وحتى الشعب الإيراني طيب دكتور ناصر وأن هناك عدم صيدة حتى بأن حصل الانتخاب الرئاسية حصلت قبل صناديق الاختراع عبر اختيار ستة أو سبعة يعني اللي نقول مرشحين هم من طيار واحد طيب دكتور ناصر روحاني قال بأنه تم التوصل إلى رفع معظم العقوبات يعني هل نفهم بأن هذه المماطلة الإيرانية يصلوا إلى اتفاق لرفع العقوبات وتعزيز الاقتصاد الإيراني الآن في هذه المفاوضات ومسألة التوقيع تحسب للطرف المتشدد المتوقع جدا بأنه يفوز في الانتخابات الإيرانية أنا أقول نعم لكن كلام روحاني هو السياسي يريد أن يعمل لنقول يعني عاصفة ضبابية لانسحابه من المشهد السياسي بدون أن يقدم شيء وبالتالي هو يائس كي يقدم شيء لكن أعداءه وخصومه هم داخل إيران من مكتب المرشد وبالتالي هم بغير التراجع يعطلون الكلام المعصول الآن ما بقي الآن ربما هناك استشفاف أن إدارة بايدن تريد أن تأخذ يعني لا أقول إنجاز معين لإرضاء أوروبا وروسية تمهيدا للقمة بعد أسبوعين أو ثلاثة بين الرئيس بوتين والرئيس بايدن في جينيف وبالتالي هذا أمر ربما نقطة ضعف بأن الرئيس الروسي يريد أن يتعامل مع بايدن كما تعامل مع الرئيس السابق ترامب بمعنى يحتفظ بأوراق جوهرية استراتيجية وبالتالي هذا الأمر ما يفسر بإعلان وصول قاذفات روسية إلى سوريا تحمل أو قادر على الحمل رئيس نووية روسية في الولايات المتحدة في الدفاع وربما حايرة بعض الشيء شكرا جزيلا من لندن الدكتور ناصر قلوون أتاذ الاقتصاد السياسي على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا استجواب واحتجاز تعسفي وتعذيب هذا ما تتعرض له أسر ضحايا الطائر الأوكرانية على يد النظام الإيراني بحسب ما ذكر تحقيق كشفت عنه منظمة هيومان رايتس ووتش وأكدته أسر الضحايا في كندا أسر الضحايا قالت إن ذوي الضحايا تعرضوا للتهديد لإجبارهم على السكوت والكف عن المطالبة بالعدالة وإلا فسيواجهون عواقب وخيمة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان كشفتها هيومان رايتس ووتش 31 شخصا من عائلات وأقرباء ضحايا الطائرة الأوكرانية أكدوا أن الأجهزة الأمنية الإيرانية احتجزت تعسفيا واستجوبت وعذبت وأساءت معاملة أفراد عائلات الضحايا بطرق عدة أعدموا إثنان من أشقائي وندا هي الضحية الثالثة في الطائرة نعلم ما يفعله نظام الإيراني للناس هذه ليست المرة الأولى لأن لدينا تجارب سابقة مع هذا النظام واجهتنا بالتهديد والتعذيب وسجن وطرق أخرى المركز الدولي لحقوق الإنسان في تورنتو يتابع هذه الانتهاكات ووثق عددا منها تحدثت مع كثير من العوائل في داخل إيران قبل نحو عام وكل شخص تحدثت له أكد لي أن أجهزة النظام الأمنية هددتهم وطلبت منهم السكوت وإذا تحدثوا سيواجهون عواقب وخيمة تحقيق المنظمة كشف أيضا أن الجهات الإيرانية لم تسلم ممتلكات الضحايا إلى أقربائهم وتدخلت في مراسم الدفن والتأبين وهذا ما أكدته العائلات للعربية والحدث أيضا وفي كندا لم يسلم ذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية من تهديدات ومضايقات النظام الإيراني هذا كان ردهم على تحقيق منظمة هيومر ريسوش الذي كشف عن تعذيب واستجواب لأهالي الضحايا قلنا منذ البداية أن الاتصالات مع إيران فشلت ولن تكون شفافة معهم حتى في تحمل مسؤولية العمل الذي قاموا به ضد الطائرة ولن نستمر لن نقاضيهم لغاية أن يجبوا على كل الأسئلة الضرورية لهذه المأساة مؤسسة أسر الضحايا أصدرت بيانا أعربت فيه عن حزنها وألمها عما يتعرضون له وحثت المجتمع الدولي على الرد على جرائم إيران وانتهاكاتها لحقوق الإنسان رفاه السعد الحدث تورونتو هنأ الرئيس الروسي فلاديمير كوتين بشار الأسد على فوزه في الانتخابات الرئاسية في سوريا مؤكدا أن هذا الفوز يؤكد سلطته السياسية العليا من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا خطوة مهمة نحو تعزيز استقرارها الداخلي وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه نتيجة الانتخابات حقق رئيس الدولة الحالي بشار الأسد فوزا ساحقا حيث حصل على دعم 95% من الناخبين الذين شاركوا في التصويت وأضاف البيان أن خصوم الأسد حصلوا في هذه الانتخابات على نسبة 3% للمرشح محمود مرعي وحصل عبدالله عبدالله على نسبة 1.5% ينضم إلينا الآن من جدة رئيس اللجنة القانونية في الاتلاف الوطني السوري وعضو اللجنة الدستورية دكتور هشام مروى أهلا بك معنا دكتور هشام إلى هذه الساعة هذه الانتخابات ماذا تعني هذه الانتخابات وفوز الأسد في ولاية الرابعة يحكم فيها لمدة 7 سنوات؟ ماذا تعني بالنسبة للسوريين أولا؟ وماذا تعني للمجتمع الدولي الذي شاء عاجلا أم آجلا سيتعامل مع النظام السوري؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين الواقع سأبدأ من التعليق ولو كان ساخرا على ما جاء في تأكيد بوتين عندما قال يهنئ الأسد على عادة انتخابه وأنه يؤكد سلطته السياسية العليا ها هنا تعود إلى بوتين ولا تعود إلى الأسد يعني حقيقة ما جرى في سوريا من انتخابات برعاية الروس وحتى إشراف سوري روسي يؤكد تماما أن الروس هم وراء هذه الانتخابات من أجل عملية إعادة تدوير الأسد مسرحية هزلية قاموا بها وأرادوا أن يسوقوا يعملون على تسويق الأسد من فترة طويلة في المجتمع الدولي بعد أن أصبحت يده ملطخة هو ونظامه بدماء الشعب السوري نتحدث عن ملايي من المشردين نتحدث عن مئات الآلاف من القتلى نتحدث عن مئات الآلاف من المعتقلين المغيبين قصريا التهديم والتهجير الذي حصل في سوريا كل هذه المسائل تدعو أي جهة تدرس المشهد إلى أن تقول يجب على هذا النظام أن يرحل وأن يعاد بناء المجتمع من جديد وهذا ما كان المجتمع الدولي قد قرره في القرار ٢٠١٥٤ لذلك إحاطة بردرسون يوم أمس تقول هذه الانتخابات تأتي خارج إطار العملية الدستورية العملية السياسية وأنها مخالفة لما تري ليس هناك بيئة محايدة آمنة ليس هناك عودة للاجئين فأي انتخابات يتحدث أقصد الأسد بالنسبة للسوريين هي الانتخابات المسرحية الأولى التي يتعرض لها السوريون الرقم ٩٥٠٪ مؤشر عند كل باحثين في علم الاجتماع السياسي أنها عملية ديكتاتورية لا تمنى أن يكون في إعادة للاتصال أنا أسمعكم الآن سرنا نسمعك ويس الآن سرنا نسمعك ويس طيب دكتور هشام أنا أقول نسبة لك بالحضرتك تتكلم على مسألة النسبة ٩٥٪ تقريبا من عدد الأصوات ولكن مجموعة من صوتوا ١٣ مليون ونصف ناخب أدلوا بنسبة كبيرة يعني هذه النسبة كبيرة تعتبر مقارنة بنسبة الشعب السوري ككل هذه النسبة كيف يمكن أن تفسرها؟ يعني هل هم راحوا مثلا صوتوا بالإكراه مجبرين خايفين ولا إيه؟ الحقيقة لا يحتاجوا لأن يذهبوا الأصوات تحتوي أصوات الناخبين أصوات آبائهم وأصوات أمهاتهم الأحياء منهم والأموات هذه المسألة معروفة بالنسبة للمواطن السوري السوريون يعرفون وبدون كل منهم كل من السوريين له في ذاكرته الشخصية ما يؤكد المنتخبون والذين يدلون بأصواتهم ليس هم الذين ترين أمامه أنهم يذهبون إلى صناعة اقتراع القوائم تعد مسبقا وأصوات توضع فيها وكما قلت كل الأسماء يعني من الممكن أن أكون أنا قد انتخبت وأنا خارج البلد من فترة طويل جدا يعني هذه المسألة تزوير في الانتخابات معروف بالنسبة للنظام في سوريا ليس من الآن هل هذا مجموع أصوات السكان أو الشعب السوري الموجود في الأراضي التي يسيطر عليها النظام وماذا عن المناطق التي لا يسيطر عليها النظام التي تسيطر عليها الأكراد وتسيطر عليها فصائل معارضة تتبع لتركيا ما هو وضع هذه الأراضي هذا الذي أقول لو جمعت الآن السوريون حوالي 30 مليون 30 مليون هدول حوالي الآن أكتر من 10 منهم في خارج سوريا فهناك في داخل سوريا 22 مليون في المنطقة الشمالية الشرقية عندنا حوالي 4 أو 5 مليون وفي المنطقة الشمالية الغربية عندنا حوالي 5 ملايين فإذن الحديث عن رقم بهذا الشكل ضمن الأراضي التي يسيطر عليها الأسد فعلا هذا الأمر فيه مبالغ وواضح تماما على وخصوصا أنهم ليس فقط المواطنون المؤهلون للإدلاع بأصواتهم الانتخابية حتى الرقم أيضا يشير إلى عملية التزوير وهو جزء من المسرحية التي يقوم بها الاتقامة بها الأسد والنظامه برعاية روسية للأسف هادفة إلى تعطيل الحل السياسي والالتفاف على الحل السياسي وإعادة تدوير الأسد وإنتاج شكل من الأشكال إذا معايا وقت دقيقة واحدة دكتور هشام يعني كثر الحديث في الفترة الماضية عن تسوية سياسية في سوريا تسوية سياسية في المنطقة وربما يكون هناك عودة لسوريا في جامعة الدول العربية هذه أقوال كانت متداولة يعني بشكل كبير في الفترة الأخيرة ماذا إذن عن وجود النظام وإمكانية التعامل الدولي معه هنا الواقع النظام الآن جاءت اليوم أولى التصريحات المؤشرة على رفض المجتمع الدولي لهذه الانتخابات التصريح للولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي الدول كندا الدول الأخرى طبعا المسألة تتباع عن فعملية الاعتراف بنظام الأسد هي فعلا خارج إطار قبول المجتمع الدولي الأسد يكرس عملية تجاوز الحل السياسي أي محاولة للتعامل مع النظام الأسد أو مع نظام في سوريا بعد إقامة أو الحل السياسي هي الطريقة الصحيحة لعودة سوريا إلى دور الطبيعي في المنطقة وفي المجتمع في ظل نظام لا يحترم القانون الدولي ويسر على جرائمه وعلى إعادة إنتاج نفسه كيف يمكن هل يكافأ بأن يعاد إلى المحافل الدولية بعد كل هذه الجرائم التي قام بها يعني لا يمكن أتوقع أن يقبل المجتمع الدولي بعودة الأسد إلى النادي السياسي الدولي بعد كل مقام به هو ونظامه من جرائم يعني في قلمة أخيرة لو تسمحي لي تفضل باختصار شديد يعني عندما يذهب الأسد ليدلي بصوته من مدينة دومة التي دمرها هذا يعطي رسالة واضحة هو مصر على بسط سيطرته وفرض وجوده على كل الذين كانوا ضده وعلى أهل الشعب السوري وعلى كما يقال على جماجم السوريين في مناطق مدمرة يظهر الأسد للي بصوته الانتخابي وفي هذه لسالة واضحة شكرا عن حالة نيرون أخرى في سوريا دكتور هشام مروى رئيس اللجنة القانونية في الاعتلاف الوطني السوري وعضو اللجنة الدستورية كنت معنا من جدة شكرا جزيلا لك نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد هذا الفصر جنرالات تونسيون متقاعدون يطالبون الرئيس سعيد بإعادة البلاد إلى المسار الصحيح صور أرقام وأخبار في يومك كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أطلق عدد من جنرالات الجيش التونسي المتقاعدين مبادرة وصفوها بأنها الأمل الأخير لإنقاذ تونس وقع على المبادرة عدد من العسكرين المتقاعدين من الجيش التونسي وجهها الجنرالات إلى الرئيس التونسي قيس سعيد مطالبين إياه بإعادة البلاد إلى المسار الصحيح وتجنيبها ما لا يحمد عقبه حسب نص المبادرة ودعت المبادرة قيس سعيد إلى القيام بإجراءات عاجلة مع القوى السياسية ومؤسسات الدولة لتهدئة التوتر السياسي والوصول إلى نقاط مشتركة تعبر بالبلاد من الأزمة الخطيرة التي تعانيها مشاهدين بارقة أمل خجولة حملها لقاء الرئيس قيس سعيد قبل يومين برئيس الحكومة عندما أعطت انطباعا بإمكانية حدوث حلحلة الوضع عززتها مبادرة الأمل الأخير لإنقاذ تونس التي أطلقها عدد من الجنرالات في الجيش التونسي المتقاعدين المبادرة الموجهة لرئيس البلاد قيس سعيد نشر تفاصيلها الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب العميد مختار بن نصر ووقع عليها عدد من العسكريين المتقاعدين العسكريون طالبوا بإعادة البلاد إلى المسار الصحيح لتجنيبها الانزلاق نحو الأخطر مع تزايد المخاطر المحيقة والتي بلغت مستويات غير مسبوقة الجنرالات تأرأ أن البلاد وصلت إلى مفترق خطير وتقف على شفير سيناريوهات قاتمة وإن لم يتم تدارك الوضع فإن سيناريوهات مخيفة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً أيضاً تنتظر البلاد كيف لا وقد استشر الفساد في البلاد ومؤسساتها وبات ينخر مفاصلها في كل القطاعات واقترح العسكريون على الرئيس القاء خطاب في مجلس النواب يحضره كل الفرقاء السياسيين يدعوهم فيه إلى وقف كافة التجاذبات بغية العبور بالبلاد إلى بر الأمان لتخطي هذه الأزمة وأزمة وباء كورونا والتحديات الاقتصادية الأخرى كما اقترح الضباط الدعوة لاجتماع عاجل يضم رئيس الجمهورية والحكومة والنواب من أجل طي صفحة الخلاف على أن يتم التوصل خلال الاجتماع إلى حل يمكن الوزراء الحائزين على ثقة البرلمان من أداء اليمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع مستثنية الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات الفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من تونس ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أعليا العلاني الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية أهلا بك دكتور أعليا دكتور أعليا كيف استجاب الرئيس قيس سعيد لهذه المبادرة دكتور أنت معنا في الستوديو من تونس وسائل خير الآن أنا على الهواء مباشرة وليس عبر الهاتف أهلا وسائل أعتقد أن هذه المبادرة وراءها ثلاث أهداف الهدف الأول هو كسر الجمود الملاحظ في عدم السير الطبيعي لمؤسسات الدولة وأقصد بذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان ثم الهدف الثاني هو تهدف إلى إعطاء الأولوي القصوى للخطرين المحدقين بتونس وهما الخطر الاقتصادي والخطر الصحي والهدف الثالث كما جاء في المبادرة هو تأجيل الخلافات السياسية في انتظار حل هذه التحديات أو إيجاد مخرج لهذه التحديات الاقتصادية والصحية بطبيعة الحال هذه المبادرة هي يمكن أن نقول هي المبادرة من الصنف الثالث لأن المبادرة الأولى هي جاءت عن طريق النقابة عن طريق اتحاد الشغل المبادرة الثانية بطبيعة الحال جاءت عن طريق من يعتبرون أنفسهم من المجتمع المدني يعني عن طريق مبادرة السيد كميل العكروت أميرال السابق ومبادرة اليوم هي تأتي من العسكريين المتقاعدين إذن هذه المبادرات الثلاثة بأصنافها المختلفة هي ربما من أجل حل حالة هذا الجمود ودفع الرئيس قيس سعيد إلى القيام بمبادرة يترأسها في خلال كما جاء في هذا النص في اجتماع يحضره أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان وأيضا ممثلون المنظمات الوطنية كاتحاد الشغل واتحاد الأعراف وغير ذلك أي أن الأمر خطير وجلل وبالتالي لا ينتظر التأجيل لكن كيف تفاعل الرأي العام والمحللون في تونس اليوم مع هذه المبادرة من خلال مداخلات حصلت في وسائل الأعلام البعض يعتبر أن هذه المبادرة هي في مضمونها مع أنها ليست سلبية فيها الكثير من النقاط الإيجابية ولكنهم يعتبرون من حيث الشكل أن المتقاعدين العسكرين كان من الأفضل أن لا يبدو صفتهم العسكرية باعتبار أنهم غادروا هذه المؤسسة العسكرية ورغم أنهم قالوا أنهم لا ينطقون باسم المؤسسة العسكرية ولكن المحللون يعتبرون أن في هذا لبس وكأن جزء من المؤسسة العسكرية يؤيد أو يعارض هذه المبادرة وبالتالي من حيث المطالب المضمونة عندما نحلل هذه المبادرة أولا نجدها لا تتعارض مع استمرار عمل الدولة أي أن عملية التوافق بين المؤسسات الثلاث الكبرى لا يوقف عملية القضاء في ملاحقة الخارجين عن القانون وفي مكافحة الفساد يعني هناك عملان بالتوازي ربما كانت هذه المبادرة من أجل الضغط على رئيس الدولة حتى يمر من الخطاب الإعلامي الذي يندد بهذه الأخطاء إلى القيام بمبادرات عملية تكسر هذا الجمود لأن تونس مقبلة بعد ثلاثة أشهر أو أقل من ذلك على قرار البنك الدولي إذا كان سيقرض تونس أم لا والبنك الدولي لا يمكن أن يقرض تونس وهي يعني تعيش تنافر بين المؤسسات السياسية وبالتالي حتى الوراحتبات أصبحت حسب بعض الخبراء ربما ستكون مهددة في قادم الأيام إذا لم يقع الإسراع بضرورة إعطاء أهمية لهذه التحديات الكبرى الاقتصادية والصحية شكرا على كل هذه الإضاحات من تونس علي العلاني الباحث في شؤون الأمنية والسياسية شكرا جزيلا لك أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن اتفاق مع إيطاليا وملطة للدعم بالموارد والتقنيات لحماية جنوب ليبيا كما أوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع الدولتين على حلول للمشاكل الهجرة وتأمين ليبيا الجنوبية وصلنا إلى الكثير من الحلول العملية الشمولية والنافعة لهذه المرحلة لليبيا أولا ولكن أيضا لدول الجوار ولدول الاتحاد الأوروبي أولا اتفاقنا على أن تأمين حدودنا الجنوبية هو الأولوية دعم الاتحاد الأوروبي بالموارد والتقنيات وكافة السبل المادية والمعنوية من أجل حماية الجنوب الليبي الذي من منطلقه تبدأ المشكلة حرس الشواطئ الليبية يجب أن يكون جزء من الاستراتيجية ولكن يجب أن لا يكون هو المنطلق لمعالجة هذه المشكلة أكدنا على تأكيد وأهمية توحيد جهود الدعم من الاتحاد الأوروبي وأن تكون وثق قانونية سواء مع الاتحاد أو مع المنظمات كشفت الاستخبارات الأمريكية عن امتلاكها دلة حول منجأ كورونا غير أن الأدلة بحسبها تتطلب وقتا إضافيا لحل لغز الفيروس صحيفة نيويورك تايمز أنقلت عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية قولهم أن مجموعة الأدلة المتوفرة لديهم لم يتم فحصها بعد كما ألمح المسؤولون الأمنيون بحسب الصحيفة إلى أن في جعبة الحكومة معلومات لم تستعمل بعد مشيرين إلى أن المعلومات تتعلق بالاتصالات الصينية وحركة عمال المختبر في مدينة وهان الذي يعتقد أن الفيروس تسرب منه سمحت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بالاستخدام الطارئ لدواء سترو فيماب لعلاج المصابين بفيروس كورونا وأضافت أن الدواء مبني على الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة وهو مخصص لعلاج الإصابات الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا كما يصلح أيضا استخدامه لعلاج البالغين الأخبار من الحدث الأمن العراقي يحبط محاولة استهداف أحد المقرات المهمة بالكاتيوشا وسط بغداد دبلوماسي أوروبي يرد على روحان بشأن رفع معظم العقوبات ويؤكد الخلافة على الطرد المركزي موسكو تعتبر فوز الأسد بأكثر من 95% من الأصوات مقنعا وترحب به موسيقى تصريح للمخابرات الأمريكية يلمح إلى معلومات لم تعلن بعد عن اتصالات وحركة عمال مختبر وخان موسيقى شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة دوما تابعوا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم